موسيقى التحالف الدولي يقولوا ان نحو 2000 مسلحين من داعش ما زالوا في الرقة قتل من داعش بغارات للتحالف الدولي غرب كاركوك العراقية امريكا تبلغ الامم المتحدة رسميا بالانسحاب من معاهدة باريس للمناخ اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم قال المبعوث الامريكي الخاص لدى التحالف الدولي ضداعش بريت مكجورغ لنحو 2000 مقاتلا من تنظيم داعش الارهابي مازالوا موجودين في مدينة الرقة السورية ويحاربون من اجل البقاء مشيرا الى انهم يستخدمون المدنيين دروعا بشرية واضاف مكجورغ في تصريحات صحفية ان قوات سوريا الديمقراطية حررت حوالي 45% من المدينة اصدر تنظيم داعش قرارا يفرض التجنيد الاجباري على الشبان في محافظة دير الزور شرق سوريا وابلغ تنظيم داعش في بيانه الاهالي بانه سيتعامل مع المجندين الجدد مثل ما يتعامل مع افراده القدامى مشيرا الى انه سيزج بهؤلاء الشبان فالمعارك التي يخوضها ما يؤكد تأزم موقفه الميداني شنت المقاتلات الحربية الروسية غارات جوية على قريتي بر الشرقي وحمادة عمر الواقعتين بناحية عقيربات في ريف حمال شرقي دون ورود معلومات عن سقوط قتلى او جرحى كما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مدينة طيبة الامام وبراجمة الصواريخ مدينة مورك ومحيطها في ريف حمال شمالي دون تسجيل خسائر بشرية ناقش رئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون هاتفيا سبل زيادة التعاون في سوريا والعراق وافد البيت الابيض في بيان بان الزعيمين بحثا في سبل زيادة التعاون في ادارة الازمتين في سوريا والعراق والتصدي لنفوذ ايران الضار كذلك تطرقا في سياق حدثهما الى حل سياسيا للوضع في ليبيا والى سبل كبح الانشطة الارهابية بمنطقة الساحل في افريقيا يزداد يوما بعد يوم خطر وجود هيئة تحرير الشام النصر سابقا في ادلب وتحديدا على المدنيين القاطنين في المحافظة والبالغ عددهم اكثر من مليوني شخص ما ثرى قلق فصائل المعارضة وجميع السوريين على مستقبل الشمال الغربي من بلادهم والذي تحاول النصر الهيمنة عليه لتحقيق اهدافها الخاصة التقرير التالي فيه المزيد عمليات عسكرية تحاول فيها جبهة النصر او ما بات يعرف باسم هيئة تحرير الشام بسط هيمنتها على كامل ادلب لتضع اكثر من مليوني مدني يقطنون المحافظة في دائرة الخطر النصر التي اعلنت حربها ضد الفصائل المعارضة السورية واقتحمت مقارهم اصبحت الخطر الاكبر على الشمال السوري لسيما الانتهاكات التي مارسها مقاتلو الجبهة بحق المدنيين وعملية الاقصاء التي قاموا بها في عشرات القرى المنتشرة بريف ادلب تخوفهم محلي كبير لأهالي ادلب الذين انهكهم القتال والقصف المتواصل على مناطقهم بان تتسع رقعة الاقتتال لتطال جميع الريف الادلبي وتحتله النصر بشكل كامل فيصبح عرضة اكبر للقصف الذي يشنه النظام من جهة او ان يتكرر ما حصل في حلب وريف دمشق الغربي من سحاب النصر وتسليم المناطق التي تحتلها للنظام والميليشيات المغالية له الحذر الدولي من استمرار وجود النصر في ادلب لم يكن بعيدا عما يجري على ارض الواقع اذ حذرت امريكا من عواقب وقيمة اذا سيطرت حيئة تحرير الشام على ادلب وقالت ان هذا سيجعل من الصعب اثناء روسيا عن استئناف القصف الذي توقف اخيرا حالة غليان شعبي وتخوف من مصير مشابه لما حصل في مناطق اخرى من سوريا تفعل هيئات الشعبية والناشطين للتظاهر رفضا لوجود النصر في محافظتهم فخرج المئات على مدار الاسابيع الفائتة حاملين بأيديهم اعلام الثورة السورية ولافتات تؤكد موقفهم وموقف كل السوريين الرافض لوجود فكر دخيل يهيمن على بلادهم ويسرق مكتسبات ثورتهم المستمرة منذ نحو سبع سنوات خرج اهالي مدن وبلدات الغوطة الشرقية للمطالبة بمظاهرات حاشدة مجددين مطالبهم بخروج جباة النصر من بلداتهم رفضين اي وجود لهم في سوريا التي يريدونها ان تكون للجميع لا تفرق بين مسلم ومسيحي خرج اليوم الحراكة الشعبة ايضا ليقول اننا لا نريد ان يكون هناك اي ذريعة لقصف مناطق الغوطة الشرقية لتخرج جباة النصر من هنا لا نريدها لا فكرا نحن لا نقاتل جباة النصر سياسة بل نقاتلها عقيدة لانها مكفرة وتكفر نعم لا نريد ان يكون هناك ذريعة لأي دولة تريد ان تقسم الغوطة وتريد ان تقصف المدني بحجتها اخرجي من هنا لست انت من حرر في بلاد انت تسلم البلاد وتعيدها للنظام وعرسال ما ليست بعيد اخرجي لا نريد لا القاعدة لا فكران ولا غيرها بفضل الله عز وجل بعد هذا الصلح الذي حصل بين الفيلق والجيش لن يكون هناك ان شاء الله نزغ بعد الاخوة بعد هذا اليوم احنا اليوم طلعنا مظاهرة في الغوطة الشرية لنطالب ونهني الجيش والفيلق باتحادهم مع بعضهم بخروج جباة النصر من الغوطة نحن لا نريد جباة النصر في غوطتنا الحرة الشريفة نحن بكل سوريا معنا جباة النصر ولا قاعدة نريد ان نطالحها باذن الله تعالى الجيش والفيلق باذن الله تعالى سيطالعوا جباة النصر من غوطتنا الشريفة اهلا بكم من جديد قتل اثني عشر مقاتلا من داعش واصيب العشرات في غارات جوية شنث مقاتلات التحالف الدولي استهدفت رتلا لمسلحي تنظيم الارهابي غرب مدينة كاركوك العراقية بحسب ما صرحت به مصادر عسكرية لوسائل اعلام عراقية واضفت المصادر ان الغارات اسفرت ايضا عن تدمير 13 عجلة عسكرية وعدد من العربات التابعة للتنظيم قتل مسلحان من داعش خلال محاولة لافراد التنظيم شن هجمات متفرقة ضد تجمعات القوات العراقية جنوب كاركوك والموصل يأتي هدف ما افدت مصادر اخرى باعلان داعش الاستنفار داخلات اللعفر تحسبا للمعركة المرتقبة حيث بدأ افراده بحفر الخنادق على اطراف القضاء في محاولة منهم لمنع تقدم الجيش العراقي قالت لجنة الامم المتحدة لتقص الحقائق في سوريا ان تنظيم داعش الارهابي ليزال يرتكب ابادة جماعية بحق الاقلية الايزيدية في العراق بعد ثلاث سنوات واوضحت اللجنة ان الاف الرجال والصبية من الايزيديين مازالوا مختفين والتنظيم الارهابي وصلوا تعريض نحو ثلاثة الاف امرأة وفتاة في سوريا لعنف مروع لم تلتقي خالدة بشقيقتها هيام لثلاث سنوات متواصلة بعد ان هجم تنظيم داعش منطقة سنجار بالعراق وخطفهما مع بقية افراد اسرتهما وباعهما لامراء ومسلحين في التنظيم وخلال عمليات تحرير مدينة الراقة تمكنت الطفلتان من الهرب حيث التقتا في مدينة القامشل السورية المزيد من التفاصيل حول قصتهما في تقرير مرسلتنا روناك شيخي وسط مشهد ساده الصمت والترقب التقينا هيام وخالدة كانت موظفة التواصلي في هيئة المرأة التابعة للإدارة الذاتية في القامشل تحاول تأمين اتصال بين الشقيقتين وعمهما للمرة الأولى بعدما تمكنت من الهرب من تنظيم داعش حيث كان يحتجزهما في مدينة الرقة خيم الحزن على المكان وتحدثت الصغيرتان مع عمهما قبل ثلاث سنوات اختطفت تنظيم الطفلتين وأسرتهما من قرية الدقوري في منطقة سنجار بالعراق فجند اثنين من أخوتهما وباع الأم مع الفتاتين كسبايا ليتفرق شمل هذه الأسرة خالدة ذات الخمسة عشر عاما والتي تبدو أكبر من سنها لهول ما عانته خلال اختطافها تحدثت عن تجربة ما زالت تذكرها أقصى فصولها التعرض للاختصاب مرارا وهربت بس مشان هيك بس مشان انه ما ياخدوا مني أخدوا مني كي تشعور موحلو وحياتنا بحياتي كلاته ما رح انسى هداك اليوم اللي أخدوا مني بقى خصبا عني أما هيام ذات الثلاثة عشر ربيعا فلم تستطع وصف رعبها وألمها سوى بهذه الكلمات كنت خائفة كثير أنه كنت صغيرة وهو كبيرة ولحيتها شيء ورسمين كنت أخاف منه وما قد يخفف ألم هاتين الطفلتين هو التقاؤهما ببعضهما بعد فراق طويل والاستعداد لالتحاقهما بأسرتهما بعد رحلة المعاناة هذه التي لم تنتهي فصولها بعد روناك شيخي لأخبار الآن القامش لسوريا شن الجيش اللبناني غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم داعش في تلال رأس بعلبك شرق البلاد بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام ومن جانبه قال الجيش اللبناني أن الغارات حققت إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف التنظيم الإرهابي تمكنت قوات الشرعية اليمنية في محافظة الضالع وسط اليمن من إحباط محاولة حوثية لتهريب عبوات ناسفة ومتفجرات وقذائف RPG إلى عدن لحسب مصرح به مصدر عسكري لوسائل إعلام يمنية وأضاف المصدر أن القوات تمكنت من ضبط الشاحنة المحملة بالمتفجرات في حجز التفتيش بمنطقة نجد الريمان التابعة لمديرية قاطبة قامت قوات النخبة اليمنية بإسناد كبير من القوات الإماراتية والأمريكية بعملية نوعية وكبيرة ضد تنظيم القاعدة في محافظة شبوة أمنت من خلالها ثاني أكبر مدينة في المحافظة نزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل ماهر أبو لبدا عزان ثاني أكبر مدينة في محافظة شبوة والتي كان يحتلها تنظيم القاعدة باتت الآن آمنة بعد أن قامت قوات يمنية وقوات النخبة وبإسناد إماراتي بعملية تحرير كبيرة ضد التنظيم وقامت القوات بتأمين المدن الرئيسية عزان وعتق والعقلة وجبان والحوطة بالإضافة لتمشيط القرى والوديان لترضي هذا التنظيم الذي أجبر شعب المحافظة على العيش في خوف ورعب أثناء احتلاله لمحافظة شبوة ونقلت وكالة أنباء الإمارات وام عن مصدر مسؤول في القوات المسلحة الإماراتية أن قوات التحالف وبواسطة القوات الإماراتية قامت بتأهيل وتدريب هذه القوات على مهارات استخدام الأسلحة الأمر الذي قُبل بترحيب شعبي عارم بمدن وقرى المحافظة مما أجبر مسلحي التنظيم الإرهابي على الفرار من هذه المدن والبحث عن ملاذ لهم في المحافظات الأخرى وقامت هذه التنظيمات باستغلال الموارد النفطية الموجودة في محافظة شبوة لخدمة أغراضها مما حرم الشعب اليمني منها وزاد من حدة الفقر الذي يعانيه اليمنيون بشكل عام وسكان محافظة شبوة بشكل خاص وفي صدد تحرير كامل المدن من التنظيم الإرهابي سقط قتيل على الأقل من المشتبهين بانتمائهم لتنظيم القاعدة جراء غارة يعتقد أنها لطائرة أمريكية بدون طيار في الوقت الذي كثف فيه التحالف العربي عملياته الجوية بالتزامن مع أعلان قوات الشرعية عن تقدم حققته في محافظة حجة شمالية البلاد ومن جهة أخرى نفذ الهلال الأحمر الإماراتي عمليات إغاثة من أجل رفع معاناة الشعب اليمني بعد أن حرر أحد أهم المناطق التي يحتلها تنظيم القاعدة الإرهابي أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة رسميا أنها ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ بوثيقة صدرت يوم الجمعة ولكنها تركت الباب مفتوحا أمام إعادة الاشتراك إذا تحسنت الشروط بالنسبة للولايات المتحدة وقالت الخارجية في بيان صحفي إن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال عملية الانسحاب التي من المتوقع أن تستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات وأضفت الوزارة إن الولايات المتحدة تؤيد انتهاج موقف متوازن بشأن سياسة المناخ من شأنه الحد من الانبعاثات في الوقت الذي يشجع فيه النمو الاقتصادي ويكفل أمن الطاقة ذكرت الولايات المتحدة الجمعة أنها جاركت في عملية عسكرية يوم الثلاثين من يوليو بالصومال أسفلت عن مقتل قيادي بارس في جماعة الشباب المتشددة من ناحية أشرت وزارة الإعلام الصومالية إلى أن العملية وقعت قرب مدينة توروتورو الجنوبية واستهدفت رجلا قالت إن اسمه علي محمد حسين ويلقب بعلي جبل وتعد وادي ثاني عملية عسكرية من نوعها تؤدي إلى مقتل أعضاء كبار في الشباب الصومالية خلال الشهرين الماضيين قدمت الولايات المتحدة الجمعة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يفرض عقوبات مشددة على كوريا الشمالية بهدف حرمان بيونج يانج من مبلغ مليار دولار من عائدات التصدير بحسب مقالة دبلوماسيون في المجلس ومن المتوقع أن يصوت المجلس اليوم السبت على مشروع القرار الذي يشمل حضرا على صادرات الفحم والحديد والرصاص من كوريا الشمالية المتعطشة للنقد الأجنبي أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الاتحاد الإماراتي التي عنونات تغيير جينات جنين بشري لمنع انتقال أمراض وراثية نجح علماء أمريكيون في تغيير جينات جنين بشري لتصحيح طفرة جينية مسببة لمرض عضلة القلب الضخامي من خلال تقنية جديدة أطلق عليها كريسبر كاس 9 مما يجعل من الممكن أيضا منع انتقال الخلل أو العيب المسبب لبعض الأمراض الأخرى إلى الأجيال المقبلة وإلى صحيفة الوطن التي عنونات تقنية جديدة تساعد السائقين على تفادي النوم أثناء القيادة تمكنت شركة باناسونيك التكنولوجية من تطوير تقنية التحكم بالنعاس بالاعتماد على ملامح رمش العينين وتعبير الوجه والإشارات التي تلتقطها كاميرا متصلة بالسيارة وتقوم بمعالجتها عبر ذكاء الاصطناعي وتتيح هذه التقنية الكشف عن الحالة الأولية للنعاس الخفيف للسائق وتنبؤي به ومن ثم تنبيهه ما يتيح له البقاء في حالة استيقاض مريحة أثناء القيادة صحيفة القبس الكويتية عنونات اليوم مطعم على هيئة غرفة العمليات قرر أكثر من عشرة أطباء متفرغين وحد بينهم حب الطعام تجميع مواردهم والاستثمار في مطعم للوجبات السريعة يقدم مأكلات ذات جودة عالية وأمنة للسكان في دمانهور وهي مدينة تقع في شمال مصر وقد تم تصميم المطبخ على هيئة غرفة عمليات وقاموا بإدخال المصطلحات الطبية في أسماء الأطباق وأخيرا مع صحيفة البيان الإماراتية التي عنونات سعودية تنجب أربعة توائم بعد انتظار دام عشرين عاما أنجبت سيدة سعودية أربعة توائم بعد انتظار دام عشرين عاما من أول مولود لها وذلك في عملية قيصرية تكللت بالنجاح بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة وكان المستشفى قد دشنا أو دشنا الأسبوع الماضي مركزا متخصصا للنساء والولادة ومركزا آخر لحديثي الولادة والعناية بالأطفال الخدج وفقا للصحف السعودية في سوريا وفي ظل هدنة خفض التوتر في الجنوب السوري تسعى بلدة نعيمة إلى بث الحياة من جديد في نفوس سكانها من خلال تنظيم دوري لكرة القدم يضم اثنين وأربعين ناديا من المحافظة هذه المناسبة استغلها مقاتلون في الجيش السوري الحر وعادوا إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب المعارك التي كانت تشهدها المحافظة براء عمر والمزيد محاولة جديدة لإعادة الحياة إلى بلدة الانعيمة المنكوبة بريف درعا من خلال دوري لكرة القدم أقيم على أرضها وبين بيوتها المدمرة مستغلين الهدنة التي أعلن عنها في الجنوب السوري وتحت اسم كأس شهداء الحرية افتتحت هذه البطولة والتي يشارك فيها اثنان وأربعون ناديا من أرياف درعا كأس شهداء الحرية هي مسمى جديد لكأس المحافظة على مستوحرا شارك في هذه البطولة ثلاثة وأربعين نادي اثنين وأربعين نادي قسمت على منطقتين فيها ألف وفيها بي تم تصدافة ناديا نعيمة رغم الظروف التي تمر على هذه البلدة إلا أبوا وأصروا أن يصطيفوا كأس شهداء الحرية في هذه البلدة لإعادة إحياء الرياضة في هذه المنطقة وإعادة الحياة لهذه البلدة بعد توقف دام أكثر من سبع شهور لرياضة بهذه المحافظة بسبب الهجم الشرسة التي قام فيها النظام على المناطق المحررة جميعها والآن بعد ما صارت الهدنة في هذه المناطق حبينا أن نرجع وننشط رياضة بهذه المناطق المحررة وانتم ما شايفين هذا كأس المحافظة كأس شهداء الحرية على أرض نعيمة وانتم ما شايفين التنظيم هذا اللي صار على أرض نعيمة لم تثني الحرب الدائرة في البلاد أحمد وغيره من اللاعبين الذين كانوا يقاتلون في صفوف المعارضة المسلحة من العودة إلى الملاعب التي كانت متنفسهم فيما سبق فالهدوء النسبي الذي تحظى به المحافظة أتاح لللاعبين العودة إليها بعد طول غياب جيش حر تابل فرقة فلوجت حوران بظل الأزمة هاي والحالة الحرب اللي كنا نقوضها سبع سنين قتال ضد نظام بشار الأسد بوضع الهدنة في المنطقة الجنوبية تركنا سلاحنا وجينا على الملاعب لنبيل للعالم أنه إحنا مو دمويين ولا أنه بس بدنا سفك الدماء وبالعكس إحنا مع الحرية ومع العدالة مع أنه ترجع سوريا مثل أول وأحسن من أول مباراة الافتتاح انتهت بفوز فريق نصيب على الجيزة بثلاثة أهداف مقابل هدف كما أن معنويات اللاعبين المرتفعة عكست فرحتهم باستعادة الحياة التي سعى نظام الأسد إلى سلبهم إياها برا عمر لأخبار الآن ريفو درعا من أخبار الصحة الشعور بألام العضلات أمر يعانيه كثير من الناس وهو شائع للغاية وله أسباب عدة ولا بد من تشخيص مصدر الألم بصورة صحيحة لكي يكون العلاج مناسبا إضافة إلى احتياطات صحية للوقاية من آلام العضلات المزمنة وتجنب تشنجها الزميل عبير عبدالله والتفاصيل ألام العضلات المزمنة هي ألام قد تكون مؤرقة لدى الأشخاص حيكون معنا الطبيب رح نتكلم معا ما هي النصائح التي تجنبنا ألام العضلات المزمنة دكتور إيش تنصح المرضى الذين يعانون من ألام مزمنة في العضلات صرنا نشوف يوما عن يوم أكثر في العيادات مشاكل ألام مزمنة بالرقبة والكتف وأسفل الظهر عند الفئة الشابة من المجتمع خاصة الفئة العاملة في أوفيس وورك أو عمل مكتبي بساعات طويلة معظم هذه الحالات بعد الفحص وصور الأشعة نكتشف عدم وجود مشاكل صحية أو ديسكات أو مشاكل كبيرة بعد ما نعمل للفحصات هذه منعول سبب هذه الألام المزمنة للشد العضلي المزمن سواء بالرقبة أو الكتف وسببها هو الاستمرار بالجلوس فترة طويلة بدون إعطاء فرصة للعضلات للتعافي أو للمفاصل بالحركة ودخول الدم لهذه العضلات وهذه المفاصل فبسبب تشنجات أو آلام مزمنة عندهم الحل بسيط الحل هو عدم الجلوس فترات طويلة بوضعية واحدة أو النظر إلى شاشة الكمبيوتر أو حتى القراءة أو تصحيح الأوراق لفترات أكثر من 30 أو 40 دقيقة نكسرها بالوقوف أو بتحريك الراقبة تحريك الكتفين المشي لمدة دقيقتين الحل هو الحركة والمشي والرياضة توصل خبراء تابعون للأكاديمية الروسية للعلوم لطريقة جديدة فعالة تساعد على تشخيص سرطان البروستات وقال العلماء إن الطريقة الجديدة أكثر فعالية ودقة من غيرها لأنها تعمل على تشخيص المرض عن طريق عينات البول بدلا من تحليل عينات الدم للرضاعة الطبيعية فوائد كثيرة ليس على الطفل فحسب بل على الأم أيضا إذ كشفت الدراسات الحديثة مؤخرا عن فوائد تجنيها الأم نفسها من الرضاعة الطبيعية فبحسب التقارير الطبية كلما بدلت الأم حاولات أكثر لبدء الرضاعة الطبيعية كلما تسارعت عملية الشفاء سواء كانت الولادة طبيعية أو قيصرية وتنضم هذه الفائدة إلى مجموعة الفوائد التي تمنحها رضاعة طبيعية للأم وأهمها فقدان الوزن الزائد بعد الحمل والوقاية من السكر وصرطان الثدي والمبيض ومن احتشاء عضلة القلب حذرت نتائج دراسة جديدة من أن التغيرات المناخية قد تتسبب في زيادة الوفيات نتج عن تلوث الهواء عالميا بمعدل ستين ألف وفات في عام الفين وثلاثين ثم مائتين وستين ألف وفات عام الفين ومئة بسبب نقص الأمطار التي تقوم بتنظيف الهواء وتزايد الرياح الرملية وزيادة حرائق الغابات نتيجة ارتفاع درجات حرارة الأرض وقال الباحثون إن المناطق الجافة ستكون الأكثر عرضة لزيادة تلوث الهواء مع ارتفاع درجات حرارة الأرض قبل أن نوديعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين التحالف الدولي يقول إن نحو ألفين مسلح من داعش ما زالوا في الرقا قتل من داعش بغارات للتحالف الدولي غربي كاركوك العراقية أمريكا تبلغ الأمم المتحدة رسميا بالانسحاب من معاهدة باريس للمناخ وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع عدته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجلس للأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة